اشتركوا في القناة حصلوا على المقابلة لكن مع الاسف تم اعطاؤهم اجراءات ادارية هذا هو موضوع هذا الفيديو اولا دعنا نعطي بعض المعلومات الاساسية حول مكتبنا متلنا العديد من الفائزين في القرعة الامريكية في الديبي 2020 و2021 و2022 العديد من هؤلاء العملاء الموجودون بالفعل حاليا في الولايات المتحدة وحاصلين على البطاقة الخضراء نواصل النضال من اجل العديد من الفائزين بالديبي 2020 و2021 حتى حيث اقنعنا ذلك في المحاكم ان الوزارة الخارجية تصرفت بشكل غير لائق وغير قانوني مع القرعة الامريكية ببساطة نحن نهتم بتأشيرة القرعة الامريكية ونريد ان نرغم الوزارة الخارجية على اصدار عديد من التأشيرات القرعة الامريكية لكل سنة الان دعنا نتحدث عن سبب قيامنا بتوصية بدعوة قضائية من اجل الديبي 2023 الذين عالقين في الاجراءات الادارية في كل عام تنتهي السنة المالية بالاف المتقدمين الذين يكون مصيرهم وحالة بتاعهم تكون مرفوضة بسبب اجراءات ادارية ولم يتم الحسم في قراراتهم واغلب هاد الناس يكونون ليس لديهم رفض نهائي بل هم اجراء اداري او ما يعرف بـ 121 الفصل كذلك هناك العديد من الناس الذين لديهم اجراءات امنية المعروفة باستمارة الدي اس 5535 فهذا الناس يعني العديد منهم لن لا يحسم المصير في بتاعهم عند انتهاء السنة المالية ولن يعرفوا السبب يعني سبب عدم اكتمال الملفات بتاعهم في عام 2022 اي القرع الامريكي 2022 انتهت السنة المالية باكتر من 8000 متقدم للحصول على تأشيرة بالرفض في الاحصائية هذا ليس عدلا على الاطلاق في رأينا المتقدمين او الفائزين للحصول على تأشيرة الهجرة الذين يدفعون تمن التأشيرة بتاعهم في المقابلة يجب ان يكون مؤهلا ويحصل ويحسم لهذا القرار النهائي يعني يكون الفصل في القرار النهائي يبتهى وعوض الانتظار الغير المعلوم والغير المجهول من هذا الباب فمن الممكن التحدي هذا الامر برفع دعوة قضائية ضد الوزارة الخارجية وكذلك المقاضات بهذا الشأن وهذا ليس له اي تأثير عليك من حقك ان ترفع دعوة قضائية على هذا الشأن بسبب التأخير الغير المشروط من هذا الباب فمكتب المحامي مورسين يورينا يوصي برفع دعوة قضائية بين هذا الجانب للمعرفة المصير الخاص بالإجراءات الإدارية أحيانا الإجراءات الإدارية تأخذ وقتا طويلا لمعرفة المصير بتاعها أو ممكن لن يتم معرفة هذا المصير حين تنتهي السنة المالية دعنا نتحدث عن تكلفة هذه الدعوة القضائية الفرضية نحن نفرض رسوما تبلغ 4000 دولار في الدعوة القضائية الفرضية لملف فائز فالمبلغ يكون أول شيء يعني 2000 دولار لكي نبدأ ونشغل على الملف و2000 دولار أخرى المتبقية يعني بعد تقديم الملف بتاعك أي بعد رفع الدعوة القضائية الشكوى في المحكمة التي تكون في غضون أسبوعين حتى أربعة أسابيع ومع ذلك يعني ومع ذلك فإن الدعوة القضائية يعني الناس الذين ينتظرون لرفع دعوة قضائية في آخر شهرين متبقيين أو شهر متبقي فلن تنجح في اللحظة الأخيرة لأنه يعني مدة الدعوة القضائية في المحكمات تستغرق على الأقل للرد هي مدة شهر أو شهرين لمعرفة المصير والحكم وقرار القاضي من هذا الجانب يعني أي تأخير وأي تعطيل من هذا الباب لن يكون إيجابيا من بعد في شهر المتبقي الأخير بمعنى آخر لن نقوم برفع دعوة قضائية فرضية بهذا بعد انتهاء شهر يونيو يعني بعد انتهاء شهر يونيو مكتبنا لن يرفع دعوة قضائية بعد انتهاء شهر يونيو لأنه يرى أن رفع دعوة قضائية بعد هذا الشهر فلن تكون ناجحة بسبب ربما تأخير وتعطيل لهذه المسألة مع العلم بإمكاننا رفعها لكن نسبة نجاح تبقى ضئيلة جدا والحكم فيها يكون متأخر جدا لهذا المصير من هذا الجانب فإذا كنت من الناس العالقين والناس الذين لديهم إجراءات إدارية وكنت مهتم بشأن هذا الموضوع فالأمر يرجع إليك والاختيار يرجع إليك بالدرجة الأولى لمعرفة المصير بتاعك من هذا الناحية فإذا كان لديك أي سؤال أو أي استفسار رجاء التواصل معنا أو ترك استفسارك أسفل هذا الفيديو ونود أن نشكرك على مشاهدتك على هذا الفيديو ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله هو حد موفق إن شاء الله بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.